موسيقى رئيس الجمهورية يشدد على إبعاد العراق عن أي صراع إقليمي وترحب دولي بمباحثات إنهاء التحالف الدولي موسيقى السوداني وجه بإطلاق برامج المحافظات وفق خطوات الحكومة ودعوات سياسية للافتيار رئيس الفرلمان موسيقى النزاهة تشكن عدم التعاون الدولي في ملف الفساد وتتهم أمريكا وبريطانيا بإيواء المطلوبين للعراق موسيقى مجازر دامية جديدة في غزة يرتكبها لاحتلال سبع غارات أمريكية تدمر صواريخ لحركة أنصار الله موسيقى أهلا بكم انطلقت في بغداد فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولية السادس في جامعة بغداد تحت عنوان التواصل الإقليمي محورية العراق وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جدد في كلمته خلال المؤتمر موقف العراق الرافض لأن يكون منطلقا للاعتداء على أي طرف إقليمي رشيد في كلمته بمؤتمر حوار بغداد شدد على أن العراق حريص على تهيئة أجواء مناسبة وداعمة للحوار ما بين السعودية وإيران ما بعد السقوط الدكتاتورية هي السياسة قائمة على مبدأ أساس يكون فيه العراق دائما طرفا فاعلا من أجل التفاهم والتعايش الإقليمي ومساعدا على خلق بيئات دائما للحوار واحترام التنوع والاختلافات وبالتالي فإن العراق عمل على أن لا يكون منطلقا للاعتداء على أي طرف إقليمي وهو عامل إقليمي فاعل من أجل التعاون للبناء ودعم إرادة الحوار وقيم التفاهم ما بين البلدان المختلفة ومن هذه المبادئ العامة نستطيع تأكيد السعي وحرص العراق ودوره في تأهية أجواء مناسبة وداعمة للحوار ما بين البلدين الجارين المملكة العربية السعودية وجمهورية الإيران الإسلامية وفي الحقيقة ما كان لجهدنا أن يثمر لو لا وجود إرادة وتعاون بناء لمسناه من سادة في حكمتي البلدين الجارين مستشار الأمن القومي قسم الأعرج قال أن العراق ليس ناكر لجميل التحالف الدولي وإنما يسعى لإنهاء مهمته العسكرية الأعرج في كلمة له على هامش مؤتمر حوار بغداد قال أن العراق يريد إنهاء مهمة التحالف الدولي عسكريا مع الحفاظ على العلاقات في المجالات كافة وأغلب السادة السفراء نلتقي بهم من أعضاء التحالف الدولي ويحبون بهذا المجال يعني ما هناك معارضة أو مطلب عراقي جاء التحالف مطلب عراقي بإنهاء مهمة التحالف مع حفظ العلاقات السياسية والاقتصادية والتجاري في كافة المجالات ليس على حساب أحد نحن لا نقاط على علاقات نحن لا نقاط على علاقات يعني أنا احتاجية قوة انتهت المهام بتقديرنا والآن لدينا لجنة ثنائية عسكرية بين الحراق والتحالف الدولي وهذه اللجنة قسمت إلى ثلاث لجان فرحية شكلت للتقييم الوضع وبالتالي الحكومة تنتظر نتائج هذه اللجان ولا تقدم منه الحكومة العراقية يعني لا القضية مزاجية ولا القضية واحد مستعجل بسبب الصوت ميمين أو يسار وإنما قضية داخلية هل نحن بحاجة إلى قوات دولية وبهذا العنوان أو لا فنحن ننتظر نتائج تقييم الأجزة الأمنية العسكرية لاختصاص أكد وزير النفط حيان عبدالغني أن سبب انسحاب الشركات الأجنبية من العراق مؤخرا سببه اقتصادي بحت عبدالغني وفي حوار مع زميلة مناسامي على هامش مؤتمر حوار بغداد أشار إلى أن جولات التراخص الأخيرة ستحول العراق من بلد مستورد للغاز إلى بلد مكتفي أو مصدر الشركات التي انسحبت انسحبت بإرادتها وانسحبت من دافع اقتصادي بحت وعلى رأسها شركة اكسن موبل اكسن موبل لما انسحبت يعني أنا اعترضت على انسحابها وأبلغتهم بأنه سوف لن أوافق على هذا الانسحاب إلا أنهم يعني أبلغوني بأنهم قد يلجأوا إلى التحكيم والسبب الرئيسي لانسحابهم هو إيجاد فرص واعدة لهم وأكثر اقتصاديا في قارة أفريقيا كما تعلمون هذه الشركات هي شركات ربحية بالأساس يعني تبع خططها على أساس الأرباح التي تحققها أطلقنا جولتين تراخيص هذه الجولتين للتراخيص تهدف إلى استثمار أكثر من 33 حقل ورقعة استكشافية غازية لزيادة الغاز في العراق وتحول العراق من بلد مستورد للغاز إلى بلد مكتفي وربما يتحول العراق إلى بلد مصدر للغاز إن شاء الله كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشماري عن محاكمة أكثر من 80 تاجرا دوليا بالمخدرات وفق القانون العراقي الشماري في جلسة حوارية على هامش مؤتمر بغداد الدولي قال أن العراق لديه تعاون جديد مع الدول وحقق نتائج موسى السنة الماضية 23 صار عندنا نشاط أكبر بموضوع التجار الدوليين يعني تجار الدوليين اللي تم الحكم عليهم خلال عام 2023 جاوز الـ 80 تاجر دولي وهذا اللي أول مرة تكون يعني المشتركين في تجارة دولية نحن الحد يعني الحد هاي خلال الأيام الماضية كان عندنا يعني القال قبض على تقريبا تجار من دول مجاورة مع ضبط الكميات اللي كانت معهم يعني كميات كبيرة وأعلن عنها إضافة إلى أنه إحنا يعني فعنا موضوع التسليم المراقب لازم يكون عندنا تعاون دولي بين دول الجوار وعندنا الآن التعاون اللي جاي يصير مع دول الجوار أعتبره يعني تعاون جيد وجاي نوصل إلى نتائج ملموسة وكذلك بالنسبة أيضا مكافحة المخدرات في إقليم كردستان أيضا جا تعمل مع المدرية العامة المخدرات والمنثرات العقلية بشكل جيد أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أن البرامج الخدمية لمجالس المحافظات يجب أن تكون متوافقة مع الخطوات الحكومية السوداني خلال استقباله محافظ كربلاء صيف جاسم الخطابي شدد على ضرورة وضع برنامج خدمي اقتصادي يرتقي بخدمات محافظة كربلاء المقدسة والأحوال الاقتصادية للمواطنين في مركزي المدينة مضيفا أن الجهود المشتركة مع الإدارات المحلية ستقدم جهد خدمي متكامل دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ممثلي المكون السني لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب لتطمين الجميع الحكيم شدد على ضرورة الاتفاق على المرشح وعرضه على الآخرين أو الاحتكام للانتخاب الداخلي داخل المكون السني فيما أكد على إنهاء ملف التحالف الدولي بطريقة ودية تضمن مصالح الجميع دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة للإسراع في إرسال جداول موازنة العام الحالي لتشريعها أضل لجنة مصطفى القرعوي قال أن من الضرور الإسراع في إرسال الجداول حتى يتم تشريعها داخل مجلس النواب وإعادة الوضع الاقتصادي والوضع المالي بشكل صحيح مبينان أن مجلس الوزراء أضاف 50% من المخصصات للدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة أكد الاتحاد الوطني الكردستاني الأقليم مستعد لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لإنهاء ملف رواتب الموظفين أوضى الاتحاد النائب سوزان منصور في حديث الرابعة أوضحت أن ملف الرواتب شائك ومعقد والوصول إلى حل نهائي لهذا الملف مهم جدا لإنهاء معاناة مواطنية الأقليم لازم إيجاد آلية وآلية بشكل صحيح تحت كما ذكرت لواء الدستور وغطاء الدستور والقانون يعني غير الدستوري وقانوني أكيد مو ممكن يعني على الجهتين اللي عليه من واجبات يأذيه واللي إلا من حقوق يعقدها يعني أما رواتب الموظفين فكان يعني ما أتصور أنه أي جهة تكون ضدها لأن المعاناة اللي يعاني منه الموظف ما أحد كان يحس بيه غير الموظف نفسه أو المتقاعد نفسه أو اللي عنده رعاية اجتماعية يعني اللي صار بصراحة حرام أنه آني لما أشوف موظف أقول له ما يخالف أصبر إحنا بأقليم كردستان أكيد العراق كله عاني يعني شفنا معانات من الحكومات السابقة ناضلنا رحينا بخيرة شبابنا يعني الأقليم اللي موجود اليوم والعراق اللي موجود هو دماء خيرة شبابنا يعني ما أكو بيت بالعراق أو بالأقليم ما ضحى فما أحد يبيع وطنية عن الثاني أكيد ولا واحد مثلا وطني أكثر من الثاني ولكن أرجع أكررها للمرة ألف القوت اليومي للمواطن خط أحمر يعني كان لازم إيجاد عالية حتى تدخل بها المشكلة تباينت ردود فعل القوى السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق حول قرار المحكمة الاتحادية أسطت تجديد على ضرورة الحوار لإدارة الإقليم المزيد في سياق هذا التقرير عدسة مكبرة على المشهد السياسي في إقليم كردستان تحاول الرابعة من خلالها تسجيل ردود الأفعال الأولية للأحزاب الكردية على ما تمصدت إليه قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الانتخابات البرلمانية في الإقليم الشعب في إقليم ينتظر بفارغ الصبر والقوى السياسية أيضا يحتاجون إلى حلحلة مشاكلهم عبر صنادق الاقتراح وهذا استحقاق ديمقراطي للشعب في إقليم كردستان وأيضا ستساعد الحكومة القادمة في إقليم كردستان من أجل الدخول في انفاوضات بشكل موحد وأقوى مع الجانب العراقي مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول للملفات العالقة بينهما المخرجات القانونية التي خلص لها القضاء العراقي والتي تعد ملزمة لحكم ولايتها المطلقة جوبهت باستفامات عدة من الممثل السياسي الأكبر في المجلس التشريعي لكردستان بالأسف الشديد المحكمة الاتحادية أصبحت بديلة عن المؤسسات الرسمية التنفيذية الحكومة والبرلمان وهذا أمر خطير حقيقة قرارات المحكمة الاتحادية باتت تشكل تهديد للسلم المجتمعي في العراق تهديد الاستقرار حقيقة يعني طبعا هم مدفوعين بضغوطات وبتوجهات معروفة لدينا بالأسف أيضا بعض القرارات هذه القرارات أيضا هي خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية النقاشات الحزبية الكردية لاحتواء أي أزمة قانونية مقبلة ربما تتسارع وفق مراقبين في الأيام القليلة القادمة وصل الحزبان إلى قناعة يجب أن يتحاوروا ينسقوا في كثير من الأمور من أجل إدارة أحسن الإقليم في كونستان واجتماع الأخير هو جاء تأكيد على إجراء الانتخابات التغييرات الجذرية التي ستلحق بعملية الاقتراع المنتظرة تشكل بطبيعة الحال هاجسا وتحديا أمام المعنيين هنا مرونة الإجراءات الانتخابية والاستيعاب السياسي لتطورات الموقف منها هو المشهد القادم المنتظر بين الفرقاء الشركاء وهو ما يصف البعض صعوبته بالسجال في صحراء قاحلة من أربيل أبو طالب البحية الرابعة استطاعت استمرارية السلة الغذائية وتنوع مفرداتها أن تضبط إيقاع السوق بعد الارتفاعات المتواترة التي شهدتها المواد الغذائية رئيسة الزميل مصطفى علواج تابع هذا الاستقرار في هذا التقرير في واحدتنا من نقاط التحول أو الانتقال تغادر السلة الغذائية أو ما يعرف شعبيا بالحصة التموينية المنطقة السوداوية في أذان المواطنين نحو مرحلة الأهمية والحاجة بعد أن عملت وزارة التجارة على تعزيز موادها وتحسين نوعيتها والمواظبة على توزيعها إذ مثلت هذه الاستمرارية عنصر توازن ضبط عن طريقه إيقاع الأسواق بعدم ارتفاع المواد الغذائية السلة الغذائية لربما فيها أيام هذه الحكومة صار أكثر من سنة تركت أثر إنساني واجتماعي ورفعت نسب معقولة في المستوى الفقر لدى المواطن العراقي ونجاح اقتصادي وأغنت العائلة العراقية لكثيرا من المواد ونتمنى أن تتطور أكثر وتضاف لها بعض المفردات موضوع أنه تأمين السلة الغذائية طبعا أصبح هذه اليوم ضرورية لأنه هناك ارتفاع واضح في أسعار المواد الغذائية إضافة للحوم وبقية المواد الغذائية الأخرى وبالتالي أعتقد هذه قد تساهم يعني على الأقل بتقليل من أسعار السوق السائدة وفي اتجاه آخر للحفاظ على هذا التوازن ومع قرب الموسم الرمضاني وحاجة موائده إلى التنوع في المواد ومنع استغلال بعض ضعف النفوس لهذه الحاجة يعمل على أن تكون عدد المواد لهذا الشهر 12 مادة توزع خلال الأيام المقبلة الاقتصاد ضروري للمواطن العراقي السلة الغذائية هي جدء من اقتصاديات البلد وتنويع السلة الغذائية إلى 12 مادة وخاصة في شهر رمضان سوف يؤدي إلى إشباع الإنسان وإشباع العائل العراقية وبالتالي سوف نستطيع من خلال هذه السلة إلغاء وإنهاء الاستغلال الموجود لدى بعض التجار وبشأن الخزين الستراتيجي من المواد الغذائية فإن الحكومات تبين إنما لديها يقفي حتى 6 أشهر وإن العمل مستمر لضبط حالة التوازن في الأسواق المحلية مصطفى الوشع الرابعة مغداد اتهم رئيس هيئة النزهة حيدر حنون تولون الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بإيواء عراقيين فاسدين يمولون الإرهاب حنون في لقاء متلفز أشار إلى أن الإرهاب في العراق يمول من قبل فاسدين تولون الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إقليمية مضيف أن أن عدم التعاون الدولي مع ملف الفساد يعد المشكلة الأكبر أمام التخلص من هذه الآثة التي أضرت بالبلاد طوال أعوام أعلنت هيئة النزهة صدور أمر استقدام بحق مدير هيئة استثمار المثنى على إثر ارتكابها عمدا ما يخالف واجبات وظيفته بيان للهيئة ذكر أن المشكل منه مدير هيئة استثمار المثنى وفق على تنازل شركة عربية عن إجازة استثمارية وبيعها إلى شخص آخر خلافا لقانون هيئة الاستثمار مضيفة أن القانون نص على عدم جواز بيع الإجازة الاستثمارية والتنازل عن تلك الفرصة إلا بعد استحصال المواثقة إذن مشاهدين الكرام ينضم معي من أربيل الخبير في ملف مكافحة الفساد سيد كاظم الجحيشي أهلا ومرحبا بك سيد كاظم ضيفا كريما دائما وأبدا بالتأكيد على شاشة الرابعة بدءا سيد كاظم نتحدث عن ملف مكافحة الفساد كيف تقيم أداء هيئة النزاهة والجهاد المختصة بهذه المهمة الصعبة تفضل سيد كاظم لا أعلم إن كان الصوت واضح لديك سنعود إليك بالتأكيد سيد كاظم أعلنت وزارة الموارد المائية ارتفاع الخزين المائي وتعزيز الأهوار وخفض إطلاقات السدود والخزانات بعد النجاح في استثمار مياه الأمطار والسيول مدير عام السدود علي راضي قال أن زيادة لامست المليار متر مكعب مع ارتفاع مناسب المياه في أنهر الزاب الأعلى والأسفل والأعظام وديالة إضافة إلى ورود سيول في المناطق الشرقية من واسط وميسان رغم الأضرار التي أصابت مناطق عديدة في ديالة بسبب السيول إلا أن من المختصين عدوها ثروة مفقودة يجب استثمارها بشكل مثالي لتكون عاملا ساندا للمحافظة خلال موسم الشح 19 مقاطعة زراعية أغلبها شرق ديالة تعتمد بشكل مباشر منذ سنوات على المياه الجوفية في تأمين احتياجاتها لسقي المزرعات وتشكل السيول وغزارة الأمطار عاملا مهما في إدامة نشاط الآبار التي عانت لسنوات من انحسار مياهها هذا يساعد ويعزز الخزين في ضمن البحيرات والسدود محافظة ديالة كذلك يعزز المياه الجوفية الخزين الستراتيجي وكذلك أدى إلى إكمال الرية للخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وغفرنا الخزين لأطلاقات التي سنريدنا أن نخزن وقطعنا الأطلاقات عن الأنهر والجداول تدفق السيول في أكثر من محور ساهم في رفع مناسب الآبار بنسبة تصل إلى 70% خلال أقل من 72 ساعة وأعطى بارقة أمل في تجاوز الصيف القادم دون معاناة هذه السيول والأمطار التي وردت مؤخراً لمحافظة ديالة عززت من رصيد بحيرة حمرين تعرف أننا أكثر من 70% من محافظة ديالة تغذيتها على بحيرة حمرين بالتالي هذا سيؤدي إلى زيادة رصيد المائي كذلك نأمل زيادة المساحات في الخطة الصيفية المقبلة هذا عزز من المياه الجوفية كذلك في محافظة ديالة ومياه السقي للمزرعات كذلك مياه الشرب وبحسب المعطيات فإن موجات السيول الكبيرة وغزارة الأمطار عززت الخزينة المائي وأنقذت الخطط الزراعية في المحافظة رغم ضياع وهدر في كميات كبيرة من المياه لانعدام استدود وتخزينها ياسر عبد عذاب الرابع ديالة إذن بالعودة إليك مجددا ضيفي الكريم من أربيل الخبير في ملف مكافحة الفساد كاظم الجحيش يرحب بك مجددا سيد كاظم نتحدث عن ملف مكافحة الفساد كيف تقيم أداء هيئة النزاهة والجهات المختصة بهذه المهمة الصعبة تفضل نعم بدءا تحية لجنابكم الكريم سيد فاطمة وإلى قناتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الكرام حقيقة ملف الفساد وما آل إليه البلد من 2003 إلى اليوم الفساد وجهة نظري الفساد هو أصبح عرف سائد وأصبح غطائه سياسي بحت أطيش بالدليل القاطع أستاذ منذ 2003 وعند دخول السياسيين إلى العملية السياسية أول شيء أنا أبدلت إياها من البداية حتى ينتبه شعبنا وينتبهون أهلنا العراقيين ملف الفساد على شنو ديتعكز ليش ما ديتحل حلوا ليش ما ديتكون بجدية بالعمل أطيش أول ما شرعوا السياسيين شرعوا لنفسهم أنه أنطيش هذه التقارير أول ما دخلوا بال2003 يا أستاذتنا العزيزة المسؤولين الكبار 152 مسؤول كبير يستلم ست رواتب 473 مسؤول كبير من الخط الأول يستلمون خمس رواتب 972 مسؤول يستلمون ثلاث رواتب 250 ألف من الموالين لهم والأحزابهم من الموظفين الصغار يستلمون راتبين وإحنا عدنا جريمة هي جريمة اسمها عدم ازدواج الراتب أو عدم الجمع بين راتبين ما يجوز بالقانون هذا واحد اثنيا أستاذة سمعت واستمعت إلى تقريركم من خلال هيئة النزاهة تتعكز على أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب والولايات المتحدة الأمريكية مع جل احترامي لهيئة النزاهة واحترامي لشخص رئيس هيئة النزاهة السيد القاضي حيدر حنون أقول لهم لهيئة النزاهة نحن نتعكز على الولايات المتحدة الأمريكية هل نور زهير الذي سرق تريليون وستمائة مليار تريليون وستمائة مليار وقد أعاد إلى الخزينة أربعمائة مليار فقط في حين باقي بطن تريليون ومائتيين مليار دينار هل الولايات المتحدة الأمريكية تعيق أنه حيدر حفوا نور زهير يا سيادة القاضي يا رئيس هيئة النزاهة هل الولايات المتحدة الأمريكية تعيق أنه نحن نقتص من نور زهير وننفذ القانون أتشرف أنا محامي بالدولة العراقية وأتشرف باحترامي للقضاء المادة التي ألقي القبض عليها يا ست فاطمة المضحك المبكي المادة 444 سرقة الفقرة دعش شو تقول؟ تقول يعاقب بالسجن سبع سنوات وتصادر أموال المنقولة وغير منقولة بما معناها نهاية النص زيان إحنا هل حاكمنا نور زهير؟ هذا واحد اثنيا هل أعاد المبلغ الباقي؟ هاي ثلاثة هل تم مصادرة أمواله؟ بل على العكس أعادوا له أمواله؟ هاي واحد خلصنا منها عندك هيثم الجبوري أصبع 11 مليار سارق مجرد دزوا عليه رجع خمسة مليار بعدين ضغطوا عليه ووقفوا دفع أربعة مليار وباقي عنده وأملاكه موجودة ستنا العزيزة الفساد وملف الفساد وجهة نظري آني كمراقب جيد وكخبير بهذا الملف تحديدا لا علاقة للدول الأجنبية بهذا الموضوع ولا علاقة لولايات المتحدة وإنما نحن نجعل أخطاعنا نعكزها على شماعة الولايات المتحدة الأمريكية وشماعة الخارج لا علاقة لهم الفساد مشرعا الفساد مشرعا هناك سؤال جدا واضح كلام حضرتك ومنطقي وواقعي سيد كاظم يعني رغم كل الإجراءات المتخذة إلى أن آفة الفساد ما زالت مستشرية في الدولة العراقية ما هي الأسباب برأيك؟ أحسنتي أحسنتي الأسباب هو الكابونات الكابونات والدكاكين التي تسمى الهيئات الاقتصادية أنا لا أتجنى على أحد ياسد فاطمة ولكن هذا ما يقولون هو الأحزاب وما أسسوا إليه منذ عام 2003 كل حزب لديه دكان اسمه الهيئة الاقتصادية هذه الهيئات الاقتصادية تمول نفسها ذاتيا من خلال أنا قلت لك أنا ما أنا أحتيها بصراحة سرقة سرقة ممنهجة سرقة سياسية ممنهجة يعني مشرعنة يعني شرعية زيان هذا الوزير هذا الوزير عندما يكون تابع لهذا الحزب يجب أن يجعل من هذه الأربع سنوات أن يمتلئ وتمتلئ خزينة هذه الهيئة الاقتصادية التابعة لهذا الحزب طيب نحن أمام هذه الآفة آفة الفساد يقضى عليها يا أستاذتنا العزيزة بتطبيق القانون كمصطرة على الجميع من خلال قناتكم الراقية قناة الرابعة وناشد فخامة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان وناشده أنا بصفتي كقانوني وحقوقي عراقي وكمراقب جيد أناشده بأن يطلق صراح جميع من محكوم بالسجون العراقية على المادة 444 الفقرة داعش اسوة بنور زهير لأن نور زهير ليس على راسة ريشة يطلق صراحة وكناس محكومين من الأبرياء ليس أبرياء هم مجرمين عفوا ولكن بسرقات بسيطة يعني بايق لخمسين ألف أو بايق لميتين ألف نفس المادة أن دا تحدث على نفس المادة دا أحصرها بين قوسين وأستاذة نفس المادة 444 الفقرة داعش يعني نفس مادة نور زهير إذن هذه المادة يجب أن تطبق على جميع العراقيين بدون استثناء نعم واضح جداً سيد كاظم كل كلام حضرتك من الناحية القانونية وفيه المنطقية والواقعية كنت تتحدث قبل قليل عن أمريكا وبريطانيا ودول أوروبية هي لا تتعاون مع العراق برأي حضرتك لليوم نحتاج إلى مذكرات تفاهم أو تعاون أو زيارات متبادلة للتعاون من قبل هذه الدول لتسليم المطلوبين للعراق وأيضاً لتسليم ما يوجد من أموال لديهم نعم سيد كاظم أحسنتي سيد فاطمة شنو السبب هذه الدول لا تسلم لنا المطلوبين السبب الخلل بالعراق ليش لأنه المسؤول العراقي الذي يمتلك الجنسية البريطانية الذي يمتلك الجنسية الأمريكية هذا مواطن من الدرجة الأولى وقاسم تحت القسم وتحت الحماية الأمريكية ومواطن أمريكي من الدرجة الأولى لديه جنسية إذن إحنا هنا كنا من 2003 وأنا صرحت عندي تصريح قديم في 2004 بالضبط تحديداً قلت كل مسؤول وكل درجة خاصة يجب أن قبل ما يستلم المنصب يتنازل عن الجنسية المكتسبة الجنسية الأم العراقية الجنسية المكتسبة الأمريكية نسقطها يسقطها يلا يستلم المنصب ليش مثل هي حالات إحنا نريد أن نسترجع أموالنا ما نقدر نسترجعها هو مواطن أمريكي طلع أموالها من العراق ودها لهناك مواطن أمريكي إذا تتكلمين على القانون وبالقانون الدولي طيب مذكرة التفاهم شون أن يتفاهم مع أمريكا شون أن يتفاهم مع أمريكا هو مواطن أمريكي ويعتبرون الجنسية الأمريكية هي الأعلى من الجنسية العراقية إذن الخلل وين يا سيد فاطمة الخلل بينك عراقيين وكسياسيين جدا جدا واضحة من جنابك الكريم شكرا جزيلا لقبولك الدعوة وانضمامك إلينا كنت معي من أربيل الخبير في ملف مكافحة الفساد السيد كاظم الجحيشي وصفت لجنة الخدمات النيابية مشروع طريق التنمية بالاستراتيجي والمهم النائب عن اللجنة علي اللاني قال أن هذا المشروع سيخطق مسار لتدفق البضائع من دول شمال شرق أسيا صوب أوروبا مرورا بالعراق فضلنا على رغبة العديد من الدول للمشاركة به مضيفا أن إطلاق المشروع بداية العام المقبل سيكون الخيار الأنسب في ظل الجهود الحكومية عدى النياب عن محافظة صلاح الدين محمد البلدوي افتتاح مصفى بيجي من أهم إنجازات الحكومة على المستوى الاقتصادي البلدوي قال أن المصفى سيعمل منتصف العام المقبل بكامل طاقته الإنتاجية ليستدحاجة العراق من المشتقات الدفطية ستوجه إلى التصديق لأفتان إلى ذلك سيدعم خزينة الدولة من العملة الصعبة كاللثة وزير الداخلية عبد الأميرة الشمري لواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة محافظة البصرة مصدر أمني قال أن السعد تولى المنصب خلفا للواء قاسم راشد وكان مجلس المحافظة خاطب وزير الداخلية بشأن حصول الموافقة على أسمان مرشحين لشغل منصب قائد شرطة المدينة أطاحت قوة من الحجد الشعبي بأحد عناصر داعش الإرهابي شرق محافظة الأنبار وذكر بيان لهيئة الحجد أن القفض على الإرهابي تم خلال عملية أمنية نفذتها قوة من اللواء 27 في سيطارة السور بقضاء القرمى ضمن قاطع اللواء في عمليات شرق الأنبار باشرت مديرية المرور العامة باستقبال المواطنين بنظام الدفع الإلكتروني الفيزا كارد لجميع المعاملات المرورية مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام في المرور العامة العميد زياد القيسي قال أن الموعد الأخير للدفع الكاش سيكون في الأول من آيار مقبل كآخر موعد دعين المواطنين إلى التوجه إلى المراكز الحصول على بطاقة الفيزا كارد قررت محافظات ديقار ميسان البصرة واسط بابل النجف الأشرف كربلاء المقدسة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان المحافظات المذكورة قررت تعطيل الدوام لجميع المؤسسات والدوائر الحكومية باستثناء الصحية والخدمية منها وبنسبة 50% وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين لأداء شعيرة الزيارة الشعبانية المباركة أجرت القوات الأمنية عمليات استطلاعية بهدف تأمين مراسم الزيارة الشعبانية في كربلاء المقدسة كاميرا الرابعة رافقت القطاعات الأمنية أبر التقرير التالي في عمق الصحراء الغربية واكبت الرابعة عمليات استطلاعية قبيل أيامنا من انطلاق شعائر الزيارة الشعبانية في محاولة لتأمين الخاصلة الغربية لكربلاء المقدسة والتي تمثل قلقا دائما للقائمين على الملف الأمنية ضمن الواجبات التي تكلفت بها من قيادة عمليات الفرات الأوسط لواء 37 صفين توجيه المهام المهمة لها عمليات إجراء الاستطلاع ومسح القواطع لغرض تأمين الزيارة المليونية للشعب العراقي الذي يحتفل بهذه المناسبة العظيمة ضمن القاطع المسؤولية للفوج الثاني ضمن لواء 37 كلف فوج المهام بإسنات هذا الفوج وقيام بعملة المسح وتنظيف القاطع خاصة بعد الأثور على بعض مخلفات المعارك السابقة مما داء الانتشار القطعات ومسح الأراضي وتأمين وإجراء السيطرة لكافة محاور القاطع وتأمينها بالكامل المسافة كإزاحة ضمن القاطع 12 كيلو ونص على مقتربات بحيرة الرزازة أرض جفة القاطع 6 كيلو ونص كانت المنطقة عبارة عن أرض مفتوحة تحتوي على كثير من المقتربات حافة الرزازة من كهوف وأخاديد وأفواج تم تفتيشها وبسحها بالكامل عيادة عمليات كربلاء برفقة قواطع عسكرية من الحج الشعبي والجيش العراقية أجرت عمليات مشتركة مهمة تم خضع عنها رفع مخلفات عسكرية ضمن مقتربات بحيرة الرزازة نفذنا اليوم عمليات سباقية في صحراء غرب كربلاء المقدسة لتأمين الخطة الشعبانية نصف شعبان ودخلنا بأمق 12 كيلو متر المحاذي للساتر الأمامي مع محافظة الأنبار والحمد لله ماكو أي مشكلة ولا أي خرق أمني ونطمئن كل الزائرين من كل المحافظات ونطمئن أهالي كربلاء أن كربلاء آمنة بجهود الأبطال من الحج الشعبي وكل قواتنا الأمنية بكافة صنوفها من الشرطة والجيش وحجدنا الأبطال الحمد لله والشكر تم تطهير الأرض ورفع المخلفات الحربية تم رفع صاروخ من قبل الجهد الهندسي تبدأ هذه العمليات ضمن الخطة الموضوع من قيادة عمليات كربلاء التي هي تأمين خطة زيارة الشعبانية وتمثل مساحة الإزاحة الممتدة ضمن ما يعرف بقاطع الرزازة العسكرية أرضا هشة أمنية نظرا للجغرافية الصعبة التي تتنوع بين المناطق الصحراوية والكهوف ما يجعل من مهمة المسح الميداني لها أمرا مهما للغاية من كربلاء المقدسة مآثر طالب قناة الرابعة قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن توسع الاحتلال الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين قال أن بلاده تشعر بخيبة أمل من إعلان الاحتلال الإسرائيلي خطط بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية معكدا أن هذه الخطوة ستضر مساعد توصل إلى سلام دائم شنت القوات اليمنية هجوما على سفينة الشحن روبيمار الأميركية تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وفي بياننا كدت القيادة المركزية الأميركية أن السفينة التي تضررت كانت تنقل أكثر من أربعين ألف طن من الأسمدة مشيرة أن الإلان الاستهداف أدى إلى تسرب النطي في السفينة هذا استهدفت القوات الأميركية مواقع لحركة أنصار الله اليمنية بغارات عنيفة قبلة البحر الأحمر القيادة الأميركية ذكرت أن الهجوم دمر سبعة صواريخ كروز كانت معدل الانطلاق من المناطق التابعة لحركة أنصار الله كما تستمر الهجمات الأميركية على اليمن لحماية السفن المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي ناشدت جنوب إفريقيا الدول كافة للإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا أشار إلى أن ما يرتكبه لأحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أسوأ نسخة مما شهده العالم في ظل نظام الفصل العنصري مشيرا لأن دعم الدعوة لدى محكمة العدل الدولية واجب على عاتق المجتمع الدولي لضمان محاسبة الاحتلال على أفعاله أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي ضع راقي الكثير في طريق التوصل إلى هدنة جديدة حمدان في تصريحا قال أن نتنياهو لا رغبة له بصدقة تبادل حقيقية ولا يهمه الإفراج عن الأسرة لا زالت مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء سلبية وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل الاتفاق ويماطل نتنياهو ويراوغ ويهدف إلى تعطيل التوصل إلى أي اتفاق ولا يهمه الإفراج عن الأسرة لدى المقاومة بل هي ورقة يستخدمها لتحقيق أهدافه وقد حمل نتنياهو وفده لأي مفاوضات قادمة بلا آت أربع لا لوقف العدوان ولا للانسحاب من القطاع ولا لعودة النازحين إلى الشمال ولا لصفقة تبادل حقيقية إن أهداف نتنياهو الخاصة والشخصية ومن يقف خلفه من مجموعة المستوطنين المتطرفين الذين يشكلون عماد حكومته الإرهابية إن هذه الأهداف تصادم جميع المبادرات والمواقف المطروحة إذا نشاهدنا الكرام وصنع أياكم إلى ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العالم رئيس الجمهورية يشدد على إبعاد العراق من أي صراع إقليمي وترحيب دولي بمباحثات إنهاء التحالف الدولي السوداني وجه بإطلاق برامج المحافظات وفق خطوات الحكومة ودعوات سياسية لاختيار رئيس البرلمان النزاهة تشكون عدم التعاون الدولي في ملف الفساد وتتهم أمريكا وبريطانيا بإيواء المطلوبين للعراق تابعتم أيضا في نشرتنا لهذه الساعة مجازر دامية جديدة في غزة يرتكبها لاحتلال أسبوع غيرات أمريكية تدمر صواريخ لحركة أنصار الله شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة